طيب خليني أقول لحضراتكم بعض المعلومات السريع عن قلعة قايت باي قلعة قايت باي من أهم المعالم التاريخية في مصر الحقيقة أن هذه القلعة كانت واحد من أهم النقاط الدفاعية لمصر من ناحية البحر المتوسط على أكتر من 500 سنة طب هل قلعة قايت باي كانت أول أثر يبنى في هذا المكان؟ الحقيقة أنه لا قلعة قايت باي كان في قبلها فنار الإسكندرية القديمة أو منارة الإسكندرية القديمة الحقيقة كانت واحدة من معالم أو من عجائب الدنيا الصعب السابعة الحقيقة ويمكن ده كمان في العصر القديم وتحديدا في العصر الروماني وتهدمت إثر زلزال كبير ضرب الإسكندرية في القرن الـ14 هنا حضرت مدينة جمانة بتقع ما بين عالمين بتقع ما بين الشرق والغرب مدينة أسسها الإسكندر المغدوني قبل أكتر من 2400 سنة يمكن زي ما احنا شايفين من علي يصاري إطلالة خلابة لقلعة بتعد من أقدم القلاع الموجودة في العالم من أقدم القلاع الحربية أيضا لو بصينا بمدد الشوف وتحديدا على امتداد أكتر من 60 كيلو متر 60 كيلو متر هو طول الشاطئ هنا في محافظة الإسكندرية هنلاقي إطلالة خلابة أيضا لعدد من القصور أيضا لعدد من المباني المعمرية اللي بيغلب عليها الطابع الروماني صحيح يا أحمد حضارة عظيمة جدا لكن للأسف مهددة مهددة زيها زي أكتر من 12 مدينة حول العالم بسبب التغيرات المناخية يمكن هذه التهديدات الحقيقة هي مش مجرد توقعات سودوية أو مجرد تخوفات لأنه منتهى البساطة لو نظرنا عبر نفدة التاريخ هنلاقي أنه بالفعل في حضارات عظيمة وقوية جدا انتدثرت بسبب التغيرات المناخية على سبيل المثال يا أحمد الحضارة الأشورية حياة جمانة خطر حقيقي ونقوص خطر حقيقي بيهدد أكتر من 12 مدينة مش بس مدينة الإسكندرية أو محافظة الإسكندرية لكنه بيهدد كمان 12 مدينة حول العالم بنتكلم على مدن زي شانجهاي بنتكلم على لندن بنتكلم أيضا كمان في الأماكن المنخفضة اللي موجودة في ولاية فلوريدا وتحديدا مايامي مايامي دول بأكملها مهددة أن هي تنقرد أو تختفي بسبب ارتفاع منسوب المياه بنتكلم زي جزر المالديفة تحديدا في المحيط الهادي ويمكن ده اللي أكد عليه في قمة المناخ السابقة في جلاسكو وزير رئيس الوزراء السابق بورتس جونسون لما قال إن فيه ثلاث مدن مهددة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار ويتكلم تحديدا على مايامي يتكلم على شانجهاي يتكلم أيضا على مدينة الإسكندرية لحقيقة أحمد طبعا كلامك سليم كان أحمد تحدث مع حضرتكم عن أمثلة ونماذج لأكثر المدن المهددة بسبب التغيرات المناخية لكنها ما زالت في دائرة الضوء الأحمر أو ما زالت في طور التهديد لكن بالفعل مشاهد التأثيرات المناخية والتغيرات المناخية بدأت إنها تظهر زي ما احنا شايفين جفاف أنهار في إيطاليا في برلين في لندن شايفين حرائق غابات في الصين حرائق الأمازون غابات الأمازون اللي بتعتبر من أكبر الغابات في العالم الأكبر غابات المطيرة في العالم واللي بتنتج لوحدها المسؤولة عن إنتاج عشرة في المية من الأكسجين لهذا سليم بنقول لحضرتكم يعني مش مجرد تخوفات أو مش مجرد توقعات سودوية لو بصينا حتى الباكستان هنلاقي فيه فيضانات الحقيقة مشاهد تدعو أن احنا نتوقف قدامها وتدعو أن احنا نتخيل أنه الأرض بتبعت لنا بمثابة تنبيه تنبيه أن بالفعل هذا الكوكب هو تحت تهديد أو خطر خطر يهدد الأمن المائي والغذائي والطبيعة الجغرافية خطر الحقيقة لازم نعتبر أن ما يحدث الآن هو الصراع بقاء للبشرية زي ما أنت قلت يا جوبانا ما فيش حد بعيد عن خطر التغيرات المناخية ما فيش حد بعيد عن دائرة التأثير والتأثر لأن كلنا بنعيش على كوكب الأرض كلنا شركاء في هذا الكوكب التغيرات المناخية بطبيعة الحال بتنعكس على كافة دول العالم يمكن على مدار الأيام اللي فاتت تحديدا كنا بنسمع عن مصطلحات زي تغيرات المناخية زي الاحتباس الحراري ارتفاع درجات حرارة المحيطات أيضا تغيرات المناخية كبير جدا من الجليد وإزاي هي هتأثر على كل دول العالم مش بس الدول اللي موجود فيها منطقة ذوبان الجليد في الحقيقة النهاردة في حلقتنا الاستثنائية في صباح الخير يا مصر هنحاول مع حضراتكم اللي احنا نسلط الضوء على أبرز هذه الا ظواهر المناخية تحديدا نحاول اللي احنا نعرف ازاي اللي احنا نعيش ونتعايش مع التغيرات المناخية ازاي كل دولة تقدر اللي هي تحط نفسها تجاه مسئوليتها مش بس لشعوبها لكن لشعوب العالم جميعا علشان خاطر تكون وطيرة التغيرات المناخية قليلة إلى حد ما صحيح يا أحمد كمال النهاردة يكون معنا لقاءات عديدة الحقيقة هنتكلم فيها عن تفاصيل كتيرة جدا هنحاول يعني نوضح لحضراتكم ما معنى التغيرات المناخية كيف يحدث ايه اللي بيحصل في العالم ايه اللي هيحصل في العالم سيناريوهات ايضا المحتملة على مدن عديدة من العالم كمان هناخد حضراتكم عبر رحلة كذا زمانية وهنرجع نشوف مع حضراتكم ازاي التغيرات المناخية قدرت تؤثر على مناطق عديدة لو هنتكلم تحديدا في مصر زي محمية وادي دجلة ووادي حيتان وغيرها من الأماكن بنصبح على حضراتكم وراءة تانية وخليكم معانا على مدار الحلقة عشان في حاجات ومعلومات كتير جدا هنعرفها مع حضراتكم صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا صباح الخير يا مصر